موسيقى أهلا وسهلا فيكم من جديد عن موسم قطف الزيتون نشارككم نصائح مع أنه لازم إذا فينا خير نشارككم على الأرض مش بس نشارككم بنصائح ولكن هذا أقل شيء ممكن نقدمه ونعطي نصائح للناس في مراحل مختلفة نعرف أنه في كثير من المحافظات والمناطق اللي أنهوا عملية قطف الزيتون اليوم نركز في محطتنا على مرحلة عصر الزيتون وما بعد العصر أيضا لحفظ والتعبئة والتخزين أيضا لحديث عن هذا الموضوع نطلح مجموعة الأسئلة على مدير الإرشاد في وزارة الزراعة الأستاذ صلاح البابا يعطيك ألف عافية أحياكم الله أهلا وسهلا فيك كيف صحتكم؟ نحمد الله كنت عم بسأل أستاذ صلاح إذا كتفوا زيتناتهم فهو طلع من الخليل فسألنا عن العنب يعني صح؟ صح يعطيكم ألف عافية بداية الأستاذ صلاح يعني في الإطار العام وزارة الزراعة كيف بيكون عملها وجهدها تجاه المزارعين في هذا الموسم؟ يعني هو موسم الزيتون بشكل عام أو قطاع الزيتون بشكل عام هو من القطاعات الاستراتيجية في فلسطين وبالتالي الوزارة يعني بتعطي كل الإمكانيات المتاحة لهذا القطاع من خلال المشاريع من خلال التوعية للمزارعين من خلال المشاركة في عاميات القطف وإحنا كان يعني خلال الأسبوع الماضي واللي قبله كان هناك يوميا في إحدى المحافظات أسبوع قطف الزيتون بندعي عليه كافة المؤسسات الانجي اوز المزارعين لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون وخصوصا في المناطق المحاذية المستوطنات أو عند الجدار الفصل العنصري بالإضافة إلى أنه يعني توزيع الأشتار على المزارعين إحنا سنويا نصف مليون شتل الزيتون تقوم بوزارة بتوزيحها على المزارعين بأسعار رمزية يعني اثنين شكل لكل شكل المناطق المستوطنات والجدار إحنا هاي حوالي مئة ألف شتل سنويا مجانة للمزارعين بس المهم يكون في عمليات زراعة ومتابعة لها بتحرص أنه يكون بنفس فترة قطف الزيتون توزيع الأشتار أو بفترة مفترة بتعرف هاي بتختلف حسن الموسم لأنه إحنا بحاجة لأمطار وبحاجة لعنايف فالتوزيعات بيكون في نهاية شهر 12 بداية شهر واحد لجميع المزارعين المعنيين طبعا هاي من خلال المدريات في المحافظات بتتم هاي العملية طيب سؤالي متعلق الآن يعني بنقول أنه الناس عمليين قطفوا زتوناتهم في ناس يعني مناطق ضلت هابد أثرك عن السؤال بعد ما قلمت بزارة الزراعة عن فترة محددة كان ملاحظة أنه في ناس ننزلوا كتير أبكر على أرضيهم وهذا ممكن يقلل من نسبة أصلا الزيت في الزتون اليوم يعني كيف تطلعوا على هذا الموضوع وهل فعلا ممكن يكون نخسرنا نسبة زيت عالي نتيجة أن الناس ننزلوا فقط مبكر ولا شك أنه صار هناك خسارة في نسبة الزيت لكن اللي بحب أطنك أنه الحمد لله يعني إحنا السنة توقعاتنا كانت حوالي 16 لكن حسب النتاج الأولية اللي إجت من المحافظات نسبة السيولة مرتبعة جدا فبالتالي رح يزيد الإنتاج في فلسطين عن 16 ألف طن في هذا الموسم يعني الخسارة هي بتكون المزارع بفكر أنه الخسارة خسارة شخصية لا إحنا بنقول إنها هي خسارة خسارة وطن لأنه هذا محصول وطني لجميع فئات الشعب فبالتالي إحنا بنحاول دائما أنه طبعا فيش شي بالإكراه لكن نحب الإرشاد أنه أجلوا هاي المواد كل سبوع يعني مش أكتر والأقل لكن الأسف يعني دائما فترة غطف الزيتون تتلوائم مع فترة الأعياد عند الإسرائيليين ومعظم مزارعين هم أصلا عمال يعني مش اعتماد مباشع على الزيت فبالتالي بيستغلوا فرطة العطلة وبينزلوا على الزيتون عطلة لكن إن شاء الله الارتفاع السيولة رح عوض اللي منزلوا بكير في هذا المواد وكيد يعطيهم ألف عافية بالتأكيد كل الناس عندهم ظروفهم أكيد يعطيهم ألف عافية وحاليا هم في الحقوب نقولهم أعطيكم العافية وصبعكم بالخير صحيح وجد زيتون حلو يعني طبعا صح في أجواء مختلفة سؤالي عن عصر الزيتون بذل جهود يعني من جهات مختلفة ليكون في معاصر منتشرة في باقة المحافظات وحتى تطوير يعني المعاصر وهذا من ثنوات يعني سابقة شهدنا أنه بطلنا نحكي عن أنه المشكلة اليوم في الماكنة نفسها صار في تطور في الماكنات الموجودة وفي صيانة وتفتيش طول وقت وزارة الزراعة جزء من عمليات التفتيش ولكن شو النصائح المهمة إحنا كمواطنين امتلكها عن موضوع عصر الزيتون يعني إحنا أو بداية يعني نحب نقول لك أنه في عنا أكتر من 250 معصرة عاملة حاليا في قطاع الزيتون تقوم بعملية الدرس وعصر الزيتون هذا العدد الكبير عمل على أنه كان صار تفسحة للمزارة أنه مش يتكدس البضاعة أو الزيتون في المعصرة أسبوع عشر تيام تحييجي الدور أضيف لذلك أنه إحنا كوزار الزراعة والسنة الخامسة على التوالي عنا حملة بنسمي حملة مراقبة معاصر الزيتون في فلسطين هاي الحملة من فئة يعني بنخل منها العينتين بنخل الجفت وبنخل الزيت حتى نحسب شو فيه فاقد في الجفت وأي معصرة بيكون فيها خلل في عملية الفقد الزيادة عن الستاندر العالمي بنقوم بتنبيه ومعطاء أسبوع لتصحيح الوضع وإلا سوف تغلق هاي المعصرة الحمد لله التجاوب جيد جدا من أصحاب المعاصر الإرشادات اللي بنعطيهمها قبل عمية فتح المعاصر والصيانة كانت أتت أكلها لكن حاليا إحنا وقلنا أنه 250 معصرة وبالتالي الرقابة عليها من الجهات الحكومية بغض النظر بتكون صعبة فإحنا نصائحنا اليوم عساس أن الرقابة الذاتية للمزارع هو يراقب شغل المعصرة ويراقب عصر زيتاته يعني إحنا في عنا ثلاث نقاط هي أساسية في داخل المعصرة خلينا نحكي وهي اللي بتأثر على كمية ولا على نوعية الزيت النقطة الأولى هي فترة العجن يعني بعد عمية الدرس في فترة عجن للزيت هاي الفترة مش لازم تقل عن ثلث ساعة وهي العجنة شغالة في عجن الدريس ومرات بتكون أقل عشان يكون في مشكلة الأقل معناها أنه المزارع أو المعصرة عنده ضغط وبدو يضخ وبدو يخلص فبالتالي فإحنا دورنا نتأكد نهي طريبا من ربع لتلت ساعة على الأقل تلت ساعة لازم تضلها على الأقل تلت ساعة في العجنة الشغلة الثانية اللي هي لازم نراقبها في المعصرة اللي هي درجة الحرارة درجة الحرارة مهمة جدا في أي مرحلة في مرحلة كل جميع المراحل يعني مرحلة الدريس هنا ستشاري أمراض جلدية وتنشفية صباح الخير يسعد صباحك ياه يسعد صباحك دائما ونحن هنا نكون طبعا احنا بنفضل من 25 يعني أقصى إشي تصل 30 درجة مهويا كل ما زادت الحرارة بصير في حرق للزيت يعني ممكن مع ارتفاع درجة الحرارة وهي في كثير من الأصحاب المعاصر للأسف بيتبعوها أنه بحطوا مياه سخنة وارتفادة الحرارة بتصير استخلاص الزيت والسيول أعلى بفكر المزارة لكن هذا بأثر على موعية الزيت على الحموضة تاعت الزيت على البروكسايت تاعته على المواد الفينولية اللي ممكن في المستقبل أنه تطيل من مدى وعمر الزيت في العمية التخزين المرحلة الثالثة هي مرحلة الفرز أيضا هي يعني حساسة جدا لعملية درجة الحرارة وللتنظافة الفرازة أيضا هاي العملية اللي يجب أن تبهي المزارع هي يعني بقدر المزارع نفسه يحس الماء اللي نازل من الفراز لابد أن تكون ضيفة مش جاي من قبل أنه بفرق صح؟ هي مية للفرز هي مية نضيفة ما فيه استخدام مية تانية يعني مية الزبار أو مية المعالجة هي يجب أن تكون مياه نظيفة خالصة في هذا العملية طيب أستاذ يعني بدل النقطة المتعلقة بالمعاصر أنه كمان حتى الناس ما عندهم ثقة بأنه فاقد الزيت هو رايح في الجفت يعني كيف بقدروا يضمن وأنه ما يكون أنه صاحب المعصرة يعني ما بعرف وين بتصير المشكلة بالضبط ولكن دايما الناس عندهم عدم ثقة وخوف وقلق من أنه يكون في فاقد كمية من الزيت لهاي النقطة لانتحكيتها ولكن قصدي كيف الناس تقدروا تعمل على تقليل من فاقد الزيت بالجفت نفسه؟ هلأ هاي مش دور المواطن هاي دور المعصرة التقليل الفاقد يعني ببدأ من مرحلة الطحن يعني هاي المطحنة أو السككيم تكون ماضية اللي بنسمي الغربال بيكون فيه فتحات 4 ملي 6 ملي 5 ملي حسب نوع الزيتون يعني كل ما زغر الزيتون بزغر الفتحات والعجينة يعني إذا الثمار ما نعجنة مليح أو ما نطحنة مليح في المطحنة بتصل للعجينة بتشوف أنه بعض المهار فيه قطعة من الزيتون مطحون يعني قطعة فبالتالي هذا معناه فيه خلال في عمارة المطحنة وبتمم أيضا على العجينة العجينة إذا مطحنت الزيت ما بتحرر لأنه هاي كلها عبابة زيت العجين بتلحها بره وبتشوف يعني في العجينة لما تكون مستوية طبخة زي ما بيحكوها الزيت على وجه العجين من فوق يعني منظر ومنبينة فهي إنه بس هي مراقبة المزارع وضمير صاحب المعصرة هون اللي تحكم وحرص الناس وتأكدوا على إنه كمان المراحل عم بتكون بوجه الصحيح الملفت إنه كمان من سنوات يعني هذا الموضوع أثير بفلسطين لأنه اكتشفنا إنه إحنا عم بروح إنه كميات كبيرة من فاقد بنفقده بنتيجة إنه وجوده في الجفت ومن هون صار حتى اهتمام الجهات الرسمية بأنه التركيز على هاي النقطة بذلك نعم صحيح وإحنا إذن ما حكيت لك إنه خمس سنين في حملة على المعاصر وكل معصرة سنوية منقبنا أربع خمس عينات طبعا فوجائية في الليل في النهار ما فيش يعني وقت محدد لإخذ العينات وتنبيه هو إغلاق يعني السنة الماضي أغلق ما الموسم الحالي الحمد لله لم نغلق أي معصرة نسبة يعني الخين الفاقد كانت في الرينج عنده زيادة شوية بنعطيه تنبيه نظار لكن لم نغلق مثل الموسم الماضي أي معصرة هاي الموسم وهذا شيء جيد وكمان هذا الناس بس تنتبه على نقطة محددة وتوجه كمان تركيزها عليها بعمل بعمل فرق بسؤالي في ما بعد يعني ما بعد العصر إذا كانت العملية صحيحة شو منصح الناس على تفاصيل صغيرة ممكن الناس ما بتدرك لأهميتها بعد مرحلة العصر هي أيضا مرحلة مهمة يعني أعداء الزيت الثلاثة الحرارة والرطوبة والهواء هادولها الثلاثة أضرار وممكن نضيف الإضاءة كمان لهم إذا حمين الزيت من هادولها الأربع عامة وعمل إحنا الزيتنا بضل سنوات مش سنة و سنتين كمان فالمرحلة الأولة إحنا اللي بنلاحظها من المزارعين إنه لهيتها القلان البلاستيك الصفر البلاستيك الأصبر ليحفظ الزيت الزيتون وللأسف يعني في كثير منهم كمان القلانات بيكون مستعملة مش يعني جديدة القلان الصفر لا تستخدم لتخزين زيت الزيتون مع الوقت بيصير تفاعل بين البلاستيك لأنه أصلا مش للمواد الغذائية وحفظ الزيوت وبالتالي يجب أنه يتغير عملية أو مفهوم المزارعين لحفظ الزيت في القلان بدأنا مع المزارعين وخصوصا مع الجمعيات أكثر لأن الجمعيات هي بتحفظ كمية زيت كبيرة في مشاريع اللي هي تنكات للسان للسيل حتى المزارعين بلشنا معهم مع إجرار السان للسيل 15 و50 لتر لكن إحنا ما بنقدر نغطيها نحن بنعطي كمشاهدة للمزارع أنه هاي الفائدة من هذا الموضوع أفضل من البلاستيك الشغلة الثانية اللي هي تهو درجة الحرارة لما بنخزي ما تكون درجة حرارة طبيعية بعيد عن الرطوبة وبالتالي إحنا في مشطيح أو في طبليات الخشب لازم نرفع الزيت نبعدوا عن الجدران عشاس الرطوبة ما تعملها الشغلة الثالثة الهواء الهواء هاي مشكلة الهواء وكتير المزارعين يعني ما بينتبهونها أثناء التخزين يجب أن تكون العبوة أو القنية في المطبخ أو هاي مغلق يعني كامل الزيت محكمة لأغلبة الزيت لحد طب يعني آخر شي ما نخلي مجال لأي نوع من الهواء في العبوات يعني حتى في البيوت إحنا عنا لما بدك تشتري زيت يفضل إنه بدك تحطيه في قنين صغار لتر أو لترين إما تكون زوجاجية وممكن نستخدم البلاستيك لأنه هذا استخدام سريع يعني مش من الحفر مش تخزين بس يكون البلاستيك عاد يعني لونه غامق عتم اللي ما يدخل أشعات الشمس أو الإضاءة للزيت انت حط يعني بس في كاسة على الشباك زيت يومين تراتب تلقيها مثل المي صارت كل هذا من الإضاءة فبالتالي العبوات العاتمة ممكن نستخدم الفخار الزجاج حاليا منتشر بشكل كبير جدا بلتر أو نص لتر وهاي للبيوت يعني ممتاز جدا للتخزين لكن بدي يخزن لفترة طويلة أربع خمس سنكات حلو إنه يشتيلوا تنكة ستانل ستيل بتسحن كل ياتهم وحاليا ستانل ستيل معه اللي نسميحنا الغطاء الطائفة أو العائمة يعني كل ما نزل الزيت بتنزل الغطاء مع الزيت بيضل شوال أنت في الزيت وفيه من تحت حنفية تشتغل فيها وبدك جنانية لتل لتر بتضلك ضامن أنه زيتك مش راح يفسد ولا يقرب ممتاز ممتاز نصائح مهمة وتفصيلية لكل الناس اللي كما عندهم نية للتخزين أو للاستخدام اليومي سؤال مهم اليومي ناس تسألوا عن بسعر لتنكة الزيت الزيتون أكيد وسؤالي حكت أنت أكيد هذا لأنه الناس تسأل يعني عن هذا الموضوع كثير وسؤالي إذا وزارة الزراعة إلا تدخل في هذا الجانب هل في تحديد على الأقل لسقف زمني أو يعني ما بين كذا وكذا يعني كيف ولهذا الشيء يترك للناس ممكن تحكي لنا يعني هي بشكل عام مش بس الزيت كل المنتجات الزراعية وحتى المنتجات غير الزراعية في فلسطين إحنا الأسعار يحكمها العرض والطلب ما في تحديد لأسعار ممكن الإخوان في وزارة الاقتصاد بيعملوا أسعار استرشادية لكنها غير ملزمة لكن إحنا بنتدخل كحكومة وكوزار الزراعة إذا خفض سعر الزيت عن حد معين يعني إحنا من أعلى المناطق تكلفة لإنتاج الزيت إحنا بكلفنا إنتاج اللتر الواحد من الزيت من 2.5 إلى 3 دولار وهاي ممكن تلاقيه في المحلات في أوروبا عالشلف إنه اللتر بـ 3 دولار إحنا تكلفتنا من 2.5 إلى 3 دولار ماذا تكلفتنا عالية؟ لأنه إحنا القطف عندنا يعني بأخذ كمية كبيرة وكمية الإنتاج غير يعني بس لكن عامية القطف 50% من تكلفة لأنه إحنا بنأخذ كله باليد ما فيش آلات حاليا تدخل معها أو تدخل لأراضينا لأنه أراضينا غير ملائمة لإدخال آلات ثقيلة اللي قطف الزيتون فبالتالي إحنا كوزارة نتدخل في حال إنه لا سمح الله انخفضت أسعار الزيت وهذا ممكن حصل معنا في الـ 2001 صار سعر الزيت 8 شكل و12 شكل اضطرت الوزارة أنه تعمل عملية شراء للزيت بالتعاون مع موظمات الدولية أضف إلى ذلك أنه إحنا سنويا نمنع استيراد أي نوع من الزيت حتى يكون المزارع محافظة على الاستهلاك ما نسمح دخول أي نوع من الزيتون خلال فترة الإنتاج وخلال فترة الاستهلاك فهي دور وزارة الزراع المحافظة على ربحية المزارع بشكل عادل همشين من يكون عادل يعني ماهما عنا بدناش المزارع يصير يبيع بأربعين شكل والمستهلك ما يقدر يحصلها فإحنا بنحافظ على السعر العادل للمزارع إنه ما يتخطى بس ما في أي توصيات ما في أي إرشادات بهذا السياق بنشوف كيف حسب السوق حسب السوق وحاليا الأسعار متناول يعني نفس السنة الماضية عشرين، اتنين عشرين، خمسة وعشرين ماكسما يعني دينار عم نحكي الشيكل الليتر الشيكل الليتر فتكتلت هذا تمام، يعني هذا كمان مهم إنه ممكن يكون فيه توصيات أكثر من وزارة الاقتصاد بما يتعلق بالأسعار ولكن وزارة الزراعة ما عندها توصية بهذا إلا إذا كان فيه شيء على حساب المزارع نفسه وخسارة للمزارعين أخيرا أستاذ صلاحي إذا فيه نصيحة بتحب توجهها للناس إحنا كمان الناس ممكن عم تنهي يعني في هذه الفترات في مرحلة العصر زي ما قلنا والحفظ والتعبئة نصيحة أخيرة منكم للمشاهدين إحنا يعني في النهاية بنقول لألاتهم العافية وإن شاء الله موسم خير وبركة وبالفعل إنه يعني إحنا الموسم الحالي الإنتاج زاد أكثر من توقعاتنا والحمد لله نتمنى لهم إنه يخزنوا زيتاتهم حتى يحافظوا عليها والأسعار بيد الله وحط الزيت بجراره حتى ديجي أسعار يعني إذا واحد ما يبيس يحين عليهم يخليهم يخليهم وإحنا يعني نصيحة كمان للسا ما بقطفوا عمالهم إنه زيتون أنتك من الشجر للحجر أفضل ما تخزنهم في بيتك ويصير فيهم تعفوناتك شيء شكرا لك كثير يعطيكم ألف عافية في وزارة الزراعة ولكل العاملين أيضا يعني في مناطقهم المختلفة التابعين للوزارة أيضا وكيد يعطي العافية للمزارعين ونتقل لفاصل ونستكمل محطاتنا نخليكم معنا